ولنا الطريق إلى الله والطرق إلى الله يعني بعدد البشر وبعدد ما خلق الله سبحانه وتعالى لكن طريق القرآن الكريم يعني نحسبه عند الله من أعظم الطرق إن لم يكن الأعظم على الإطلاق في تلاوة القرآن وفي حفظه وفي تجويده وتفسيره وحسن تلاواته وحسن تدبره ومن جلمال التلاوة جلال التدبر أيضا في هذا المقام قرأ القرآن والشيخ عبد الفتاح طروتي حين يقرأ القرآن يكون في عزلته صوفيا أم يكون على علم يعني يبحث على أن ينفع الناس به أم أن كل هذا قد يندرك تحت بند الصوفية أولا ربنا لما قال فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيله كل واحد يوصل لربنا بالطريق السبيل المناسب السهل بالنسبة له الله لم يجعل هناك طرق معينة صعبة بها الوصول إليه على بعض الناس لكن أنت تصل إلى الله بالصدقات هذا يصل إلى الله بصلاة الرحم هذا يصل إلى الله بحب النبي هذا يصل إلى الله بالقرآن هذا يصل إلى الله بالسلح بين الناس في طرق كثيرة توصل إلى الله تبارك وتعالى يعني يا ربنا ما حجمهاش أو ضيقة أو ألمكنش الطريق ده هتصل منه يوم ما مش هتصل لا قال إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيله وجد بصيغة النكرة طريق طريق فكل ما يصل إلى الله تبارك وتعالى هو سبيل سهل ما هده الله تبارك وتعالى له حتى أن أبواب الجنة لم يجعلها باباً واحداً لما جعل ثمانية أبواب وكل واحد يصل إلى الله حسبما طاقت نفسه وتحملت روحه ففي واحد يتحمل المشاق والصعاب واحد عاوز يصل إلى الله بطريق سهل وميسور طيب يا سيدي مش هنشق عليك عليك أن تصل رحمك من أراد أن ينسى له في أجله وأن يوسع عليه في رزقه هه فليصل رحمه ما قلناش لك روح إد الغرب ولا إد البعيد بس صل أرحامك سيزيد الله في عمرك وسيزيدك رزقاً وسعة طيب كلوب العارفين كما قيل لها عيون ترى ما لا يرى للناظرين وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين هيقولك ده برضو كلام الدروشة لكن أنا بقول القرآن بيقول إيه؟ بيقول فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل كلوب التي في الصدور ففي هناك من يرى بقلبه وللقلب عيون وهذه العيون لا تبصر إلا إذا رقت هذه الكلوب وصفت ونرجع بالكلمة صفت دية التي جاءت من الصوفية الصوفية لما تحدث عنها الولماء هل هي جاء من الصوفة التي يضربها الهواء فتميل حيث مال بها الهواء إلى الله تبارك وتعالى أم هي من الصفاء والنقاء أم هي من صفاء النفسي ومحاسبتها أول بأول مع الله تبارك وتعالى فيتحول هذا العبد إلى عبد رباني وكما قيل إن من الناس أناسا لو رفعت حواجبهم لقضيت حوائجهم ما تكلموا بلسان إنما تكلموا بالقلب إن القلب كلما ذكر كلما اتسع كلما صفى كلما رق فرأى ما لا يرى للنظرين هذا القرآن يرقق القلب لما نزلت الآية إن في قلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في قلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار سدنا النبي قال يا عائشة لقد نزلت الليلة آية ويل لملاكها بكفيه ولم يتدبرها بعقله إذن التفكر في قلق السماوات والأرض شوفي هذه الخلوة بداية الوصول إلى الله تبارك وتعالى أن يكون هناك أن يخلو الإنسان بنفسه أن يخلو الإنسان بنفسه فيتدبر ويتأمل سبحانك يا رب الأعربي حين سؤل كيف عرفت ربك قال سماء ذات أبرج وأرض ذات فجاج وأبحار ذات أمواج البعرة يدل على البعير وأثر السير يدل على المسير أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير ونام بالله إذن ما دام هناك ما يصلنا إلى الله تبارك وتعالى فسترتبط القلوب بالله تبارك وتعالى والشقاء يأتي حين ينقطع الوصل بالاتصال بالله تبارك وتعالى فالوصل بالقرآن بالذكر بالتسبيح بأن ينشغل الإنسان بربه تبارك وتعالى بعض المرضار تبارك وتعالى Ö